السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم يا سنة ربعة? معنا من نهضة ان شاء الله. مع لسن سري و لسن فور في مادة الاي سي دي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة بيقول لي الكمبيوتر. ايه هو الكمبيوتر? الكمبيوتر عبارة عن الكترونيك ديفايس. الكترونيك ديفايس جهاز الكتروني. الكمبيوتر الكترونيك ديفايس. طيب. انا بستفيد منه بايه? بستخدمه بايه? بستخدمه ان انا بعمل بروسسنج للدياتا. بروسسنج للدياتا معالجة البيانات. بروسسنج داتا معالجة البيانات. وايه كمان? تخزين المعلومات. بروسسنج داتا معالجة البيانات. تخزين المعلومات. معالجة بيانات تخزين معلومات. وايه كمان? كتابة الوصائق. وايه كمان? ببعث منه الايميلات. ببعث منه الرسائل الالكترونية. وايه تاني? بلاي جيمز. بلعب عليه الالعاب بتاعتي. بلاي جيمز. وايه تاني? براوز ذا انترنت. براوز ذا انترنت. بتصفح من خلاله الانترنت. وايه تاني? بعمل ادت للداتا تيبلز. بعمل ادت للداتا تيبلز. ادت للداتا تيبلز. يعني بحرر جداول البيانات. وبعمل ايه كمان? بعمل كريت داتا تيبلز. بعمل كريت بنتج من خلاله داتا تيبلز. وايه تاني? كريت باور بوينتز. كريت باور بوينتز. بنتج من خلاله باور بوينتز. عروض تقديمية. نحفظ الجملة دي كويس. كريت باور بوينتز. كريت باور بوينتز. بعمل عروض تقديمية من خلاله. وايه تاني? كريت فيديوز. كريت فيديوز. بعمل من خلاله. بنتج من خلاله الفيديوز. طيب. الشيبس. الاشكال بتاعت الكمبيوتر. اشكال الكمبيوتر. والكمبيوتر بتاعته. بتختلف. حسب ايه? بتختلف من جهاز للتاني. فروم ديفايس. بتختلف من ايه? حسب الديفايس. حسب الديفايس. وايه تاني? وحسب الموديل. يعني موديل سنة الفين. هيختلف عن موديل سنة الفين وعشرين. تمام? يبقى بنختلف حسب الديفايس. وبنختلف حسب الموديل. وايه تاني? وطبعا البرسونل الكمبيوتر الشخصي بيختلف عن اللابتوب. واللابتوب بيختلف عن تابلت وهكذا طيب في مجموعة من الهاردوير من اجزاء الكمبيوتر الصلبة انا بستخدمها ايه هي اول حاجة الكيبورد بستخدمها ايه في الكتابة بستخدمها في ايه في الطايبين تمام عندي الماوس بمسكها طبعا بمسكها في ادية وهي بتعمل بتحرك هي اللي بتحرك بتحرك الاشياء هي اللي بتحرك ايه الاشياء تالت جزء معانا او بستخدمها عشان ايه الشاشة بستخدمها عشان ايه عشان اشوف اشوف فيها اللي سكرين دي بتعمل لي شو بتعمل لي بتعرض لي شو شو ايه بتعرض لي شو وطي دو اللي انا بعمله وبتعمل شو الايه تاني وط دا كمبيوتر دو وبتعرض برضو للكمبيوتر بتعمله يبقى اللي سكرين بتعمل ايه بتعمل شو اللي سكرين بتعمل شو شو الايه وطي دو اندو وط دا كمبيوتر دو اللي انا بعمله والكمبيوتر بيعمله تمام رابع حاجة اللي سبيكر طبعا بستخدمه توهير بستخدم اللي سبيكر ليه توهير طيب الكاميرا الكاميرا دي بستخدمها عشان البيبل الناس سي مي تشوفني يبقى بستخدم الكاميرا ليه بستخدم الكاميرا عشان البيبل سي مي تمام عشان الناس تشوفني طيب الميكروفون بستخدمه ليه ميكروفون بستخدمه عشان الناس هير مي عشان البيبل هير مي الناس تسمعني هنا هنرجع مع بعض بسرعة الاجزاء الهاردوير بتاعة الكمبيوتر اول حاجة الكيبورد وبستخدمها في الطايبينج الماوس بتعمل بتحرك الاشياء بسهولة تالت حاجة بتعمل شو الشاشة بتعمل شو بتعرض اللي انا بعمله واللي الكمبيوتر بيعمله اللي سبيكر علشان هير سبيكر تو هير طيب الكاميرا الكاميرا بستخدمها ليه علشان البيبل سي مي تشوفني طب الميكروفون بستخدمه ليه عشان البيبل هير مي تسمعني ودول كلهم اسمهم كومبيوتر هاردوير كومبيوتر هاردوير الاجزاء الصلبة تمام؟ طيب الهاردوير دي على قسمين الهاردوير دي مقسمة لقسمين لوحدات ادخال ووحدات اخراج وحدات ادخال اسمها ادخال يبقى in اخراج اسمها out in put ادخال out put اخراج طيب وحدات ادخال اللي انا بعمل بيها ادخال مثلا لبيانات او معلومات او كده يطرى بستخدم ايه في الادخال؟ بستخدم الكيبورد في الادخال بستخدم الموز في الادخال بستخدم زي الموز بالزبط اللي هي تمام؟ يبقى التوتش سكرين وحدة ادخال وعندي الموكروفون وحدة ادخال للصوت والكاميرا وحدة ادخال للصورة والسكنر وحدة ادخال للتكست مثلا للنصوص او امجس الايه الصور تمام؟ يبقى عندي وحدات الادخال كيبورد وموز كاميرا موكروفون وسكنر كيبورد وموز كاميرا موكروفون وسكنر كيبورد وموز كاميرا موكروفون وسكنر كيبورد وماوس كاميرا ميكروفون واسكنر تمام طيب الكيبورد وحدة ادخال لإيه للترز والنمبرز تمام والميكروفون وحدة ادخال للساوند والكاميرا وحدة ادخال للامجست والفيديوز تمام والسكنر وحدة ادخال لإيه للتكست والامجست تمام طيب الاسكنر بياخد بياخد او من ايه بيدخلها على الكمبيوتر بياخدها من البيبر بياخدها من البيبر ويدخلها للكمبيوتر. تمام? طيب ناخد بقى وحدات الاخراج. بناخد ايه احنا من الكمبيوتر? النتيجة بقى اللي بتظهر. ايه هي المكونات اللي بتظهر لي اللي انا بشوفه اللي بتعمل لي شو? ايه بيعمل لي شو? اول حاجة السكرين. السكرين بتعمل لي ايه? باخد منها وفيديوز. تمام? السكرين مجرد بس وحدة اخراج. بتخرج ايه? السكرين. بتخرج وفيديوز. تمام? تاني حاجة البرايل ترمينال ترمينال ودي خاصة طيب في اتاني بيخرج لي بيخرج لي من الكمبيوتر غير والفيديوز وكده. بيخرج لي اوديو بيخرج لي صوت. الصوت ده بيخرج عن طريق ايه? عن طريق يبقى خرج وحدة اخراج. طيب. عندي كمان وده برضو بيخرج اوديو زي طيب عندي ايه كمان من وحدات الاخراج? عندي البرينتر وده الطابع وبيخرج طبعا تاكست وامجز. يبقى الاسكانر بياخد بياخد التاكست والامجز والبرينتر بيدينا تاكست والامجز. تمام? طيب انا متلق بطع بين القسمين دولة? هقول ايه? هقول كيبورد وماوس. كاميرا متروفون. وسقنر. دول وحدات الادخل. تمام? كيبورد وماوس. كاميرا مكروفون. وسقنر. يبقى الجزء الاساسي في الكمبيوتر. تفتكروا مين اليوزر المستخدم. المستخدم هو اللي ممكن يحافظ على الجهاز وممكن يعمل ممكن يدمر الجهاز. لما يستخدم الجهاز بطريقة خاطئة او يستخدمه بصورة غير صحيحة. يبقى انا ما ينفعش استخدمه او لازم اعمل ايه وانا باستخدم المهم ده الجهاز المهم ده ان انا ابقى هنقول له ايه? هنقول لي اليوزر ايه? هنقول لي اليوزر باستخدم ده نقول له ايه? طيب لو جتلي كلمة مسلا فانكشن فانكشن يعني وظيفة. ما تخدش فانكشن يعني وظيفة. وحقول كل جزء او كل واحد من دي بتاعت او بتاعت اه الهاردوير اه هقول بتاعتها وظيفتها ودي بتعمل ايه? او بتسمح لي ان انا اعمل ايه? يعني مسلا اه الكيبورد. الكيبورد مسلا دي جزء برضو من ايه? من اجزاء الامبوت. باعمل بها ايه? بتعمل ايه? بتسمح لي بايه? بتساعدني على ايه? هنقول اللاو قدام كل جزء فيهم قدام كل عضو فيهم هقول اللاو. بتسمح بتسمح بايه? بتسمح اللاو يا اما اللاو يا اما اللاو او اتبوت. وحنا عارفين كل واحدة بتدخل ايه? وبتخرج ايه? يا اما اللاو. يا اما اللاو. او اتبوت. وبكده خلصنا. ودلوقتي بازن الله هندخل على كان بيتكلم عن الاجزاء. الصلبة الهاردوير. انا الاوان بقى نتكلم عن الصوفت وير. طيب الصوفت وير دي. بحددها بايه? بعرفها بايه? السوفت وير دي انا مقدرش امسكها. معرفش امسك الجامنج ابس. معرفش امسك الجامنج. تمام? معرفش امسك برنامج المايكروسوفت ويرد. معرفش امسكه. تمام? ما ينفعش امسك الباور بوينت. الباور بوينت اللي هي العروض التقديمية. تمام? يبقى الحاجات اللي مش بتتمسك الحاجات الصلبة اللي مش هاردوير. هتبقى صوفت وير. طيب. في حاجة تانية ظهرتلي اسمها الابريتنج سيستم. الابريتنج سيستم ده ده نظام التشغيل. يعني مسلا انا لو عالكمبيوتر هستخدم نظام ايه? هستخدم نظام الويندوز. لو على الهاتف بتاعي هستخدم نظام الاندرويد مسلا. يبقى الابريتنج سيستم ده نظام التشغيل. وده زي الويندوز والايه والايه والاندرويد. تمام? طيب. انا دلوقتي بتعامل مع المايكروسوفت وورد. تمام? برنامج الورد. طيب. انا دلوقتي بكتب. الكتابة دي هتروح على فين? هتروح على الابريتنج سيستم. هتروح على الابريتنج سيستم. طيب الابريتنج سيستم ده هياخد الداة اللي انا بعتهله. هيوديها على فين? هيوديها على السي بيو. هيوديها على السي بيو اللي هي السنترال بروسس يونت. تمام? طيب السي بيو دي هارد وير ولا صوفت وير? طبعا هارد وير عشان بعرف امسكها. تمام? طيب السي بيو دي لما بتروح لها اللي اتبعتت من بتعمل فيها ايه؟ السي بيو دي تعمل لها بروسس تمام؟ وبعد ما تعمل لها بروسس بتحول لداتا دي الانفورميشن تمام؟ وبتبعت الانفورميشن ده بترجعها تاني بترجع الانفورميشن دي تمام؟ للأوبريتنج سيستم تمام؟ الابريتنج سيستم بقى بيعمل ايه؟ بيعمل ريسيف ريسيف بقى ايه؟ الانفورميشن هو بقتها لها بقتها لها داتا رجعت له انفورميشن تمام؟ وبيبين الكلام ده على ايه؟ بيعمل له شغل على الاسكيرين تمام؟ شغل البرمجة ده كله طبعا داخل في قايمة ايه؟ داخل في قايمة السوفتوير يبقى الابريتنج سيستم بيعمل اول حاجة ريسيف للداتا تاني حاجة بيعمل سند للداتا تاني حاجة بيعمل تالت حاجة بيعمل ريسيف للانفورميشن وبعد كده بيعمل لها شو؟ ده؟ ده ايه بقى؟ الابريتنج سيستم تمام؟ طيب بيعمل ايه؟ ريسيف للداتا وبعد كده ريسيف للداتا وبعد ما يعمل استقبال للداتا بيحولها المعلومات لانفورميشن وبعد ما يحولها الانفورميشن بيعمل ايه؟ سند للانفورميشن دي كده عرفنا وظيفة كل واحدة فيهم ولو جت لنا في الامتحان ان شاء الله نقدر نميز ما بينهم وبكده خلصنا لسون تري لسون فور واتمنى لكم النجاح والتوفيق بإذن الله واشوفكم على خير المرة الجاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته